بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بالدرس الثالث من سلسلة 3DS Max تريكس تنين ستناول موضوع بسيط جدا موضوع Ambient Clusion موضوع V-Ray Extratex Ambient Clusion هو موضوع من تناول من أعدادات Render سأذهب إلى قائمة قائمة GI وقائمة Global Illumination وهي اختصار لكلمة GI هناك كلمة Ambient Clusion Ambient Clusion يعني تضع الحواف السوداء أو سواد أو ديرت على حواف التقاء أي سطحين سواء هذا السطح مع هذا أو غيره يعني إذا بدأت أرجع هنا بالمشهد بطلع هنا هذا المشهد براقي التقاء الأرضية مع الواجهة مع السخف صعب جدا أنك تقرأ وين هذا بنتهي وين هذا ببدأ يعني أنا هنا اضطريت أني أجي ألعب شوية صغير بالcontrast مش ها أقدر أشوف هاي الأفكت اللي موجود عندي هنا فلهذا الحكي بدينا حاول نحصل هاي الزوايا بدون أي مساعدة يعني بدي حاول أحط حواف مثل هيك هلا هنا أنا بالغت بالإفكت مش ها أن تقدر تشوف الإفكت بكل بساطة لما أجي أعمل رندر بروح لقائمة الجي آي بروح حط بحط صحة لكمية أمية تكلوجين ها أنا بتحكم بقوة الأمية تكلوجين أو قوة الإفكت ها أنا الرادياس اللي بدأ أشتغى عليه ها أنا السبديفجن ها هو لما يحط ديرت رح يصير في عندي نويز فهذا النويز أنا بتحكم بقيمة السبديفجن وقديش بدي ينتشر هذا الديرت وبعطيه المسافة بايدفولت بتكون عندي واحد واحد إذا أنا مش غلطان وهنا بتكون عندي ثمانية فأنا بحكي له قوة ورح أخليها واحد ما عندي مشكلة الرادياس مش ها أعرف كم المسافة اللي عندي عادة أنا بعمل بوكس برميع الحفي هون وبطلق قدش ارتفاع هذا البوكس هذا البوكس ها الارتفاعه اللي عمله بتغير ليه هلا بوينت هذا الرقم اللي هو الهيط هيك متر هيك بوينت سبعة تقريبا متر هيك أنا بدي الديرت يجي ما بين هاي المنطقة لهاي المنطقة فرح أعمل بوك كيوب بوينت واحد ببوينت واحد ببوينت واحد وبرميه ما تطلع لي كيوب تقريبا مسافته مناسبة جدا فهونا أجيت حطيت القيم الرادياس بوينت واحد يعني أوزع لي الديرت من هون لهون هاي أكتر منطقة نحط لي فيها الديرت هايها هلا بحكي له الرادياس خود لي بوينت واحد متر خودة الإفكت واحد أحيان بنزلها إلى بوينت ثمانية أحيان واحد بوينت ثلاثين حسب الرندر اللي أنا بشوفه عندي النويز بحكي له مثلا ثمانية السبديفجن يعني ثمانية فبرفع عندي يعني هو مشاء عالج النويز برفع القيمة عادة على ستاش أو ثلاثين ثلاثين أنا رح أجي أعمل رندر لهي الريجن هلا هون أنا باستخدم الأجهزة تبا تستودي نوة الرندر فارم الموجودة عنا لأنه ليس فائدة إطلاقاً أن أستخدم هلا رندر فارم الموجودة لأنه مشهد جداً بسيط بس لأنه أريدي يعني شابك الأجهزة كنت أعمل تستوى على مجموعة مشاهد فبالتالي تركي الرندر فارم أصلاً موجودة من أول هل هي بتأخذ الوقت ببداية الرندر بشيء يعمل ترانسفور يعني ترانسفير للفيرتكس أو الفايلز المنفات الماتيريال وغيره أنا بطلع عندي الإفكت صار أفضل من أول بالأول كنت أعمل الكوتي الإفكت 1.6 هل عملت له أنا واحد فصر الإفكت عندي مقروء أفضل من أول وبقرأ الحواف الموجودة عندي ما بين السطح الأول والسطح الثاني هل إذا أقارن هذا الإفكت الذي يطلع عندي هون مع الإفكت هذا الأخير بقدر أقارنه بالإفكت الموجودة عندي هون اللي هو بدون الامبينت اوكلوجن أنا بشأ فهم كيف بدي أعمل هون منطقة هاي بدون اوكلوجن لكن ما بدي أمبينت كويلوجن أنا أعماله رندر هيا هيا الحال الأولى إذا أخذ الإفكت هذا على نفس الصورة يعني على نفس المشهد نفسه هاذا إفكت أنا بحب أن أعمله أحيا من أحب أن أفضل الآن أريد أن أستعين بالأمبين تكولوجين ويجعلها أخف لسه من ذلك بكثير وأدعمها بشانل أو رندر إلمنت اسمها VrayExtraTex بطلع الأفكت بدون أمبين تكولوجين طلع كيف رندرت لعندي ممسوح مسح ما في عندي فرق ما بين هذه الواجهة وهذه الواجهة والأرضية أو التقاء السطح ما سطح آخر سوى عندي بهذه المناطق أو بهذه المناطق أو بهذه المنطقة الأمبين تكولوجين قيمة 1 لساتها عالية وقيمة 1.6 عالية فممكن أرجع إلى قيمة مثلا زي 0.4 أو 0.6 أرجع إلى قيمة مثلا زي 0.4 أو 0.6 أنا لا أريد أن أجرب بالأفكت، اكتفيت منه أريد أن أحكي هنا قيمة 0.4 أو 0.5 أريد أن أذهب المرة على أداء ذات الرندر أريد أن أذهب إلى الماكس أريد أن أذهب إلى رندر إلمنت أضيف channel اسمها VrayExtraTex وقيمة VrayExtraTex أضيف ديرت على حواف المشهد ولكن ليس على مشهد نفسه أضيفه على رندر إلمنت مختلفة يعني channel الثانية الآن الفكرة أنه الرندر إلمنت هاي هلأ إذا بدأت تطلع عليها سألاقيها شغالة بلون أصود لأنه هنا في عندي كلمة تكستشار وموجود عندي كلمة نن فعلياً لن ستكون لدي شغالة يعني الأفكت اللي هلأ انتو بتشوفوه فقط قيمة الأمبين تكولوجين بقيمة 0.4 أو 0.5 نسيت كم حطيتها أنا بطلع عندي على الاكستراتيكس مش شغالة لا هون ولا لهون وللأسف للأسف مش شغالة هون كمان الآن السؤال تبعنا كيف داع حصل الافكت تبع الاكستراتيكس أو كيف داع فعله الافكت أنا معني أن أحط ديرت على اطراف المشروع فبالتالي راح أستخدم قامة أو material VrayDirt أنا رميها بالDiffuse يعني VrayDirt أريد أرميها هنا وخلي هاي الماتيريال تأخذ ديرت يعني أجي هون أمسك material أحضي لي VrayDirt أطلع عليها أمسك هاي أرميها على الماتيريال مش أعمل editing أطلع هون بحكي لي أنا مستعد أرمي لك ديرت الشكل يعني المشهد ككل اللي هو المشهد ككل الديرت اللي هو الوصخ بحكي لي أنا مستعد أرمي لك هاي كل المشهد يكون نوعه أبيض ماعد الحواف على بعد 10 متر أحط لها لون أسود الحواف اللي على بعد 10 متر أرمي لها لون أسود أنا بقدر حكي لي خد لعب بعض 0.2 خليها لونها أسود هلا لما بحط هنا ألوان لأنه أول على آخر هاي render element رح تدخل على Photoshop بدي أعملها blending فبالتالي white vs black أنجح لي لما أجي أعملها مثلا على أو ملتيبلاي أو سكرين أو غيره أو أوفرلي ديستريبيوشن هنا مش ألعب فيها هلأ مواقعا رح أجي أعمل render نهاية المنطقة نهاية المنطقة الآن بأطلع قائمة Vray Extra Text بأطلع كل المشهد صار عندي white زي ما هو هون حاكي أنا وصار عندي على بعض 20 سنتي يجري يرميلي black color لأسف هذا black color فلوف نويز فبالتالي بدي أجي أرفع هنا مثلا 32, 34, 60 أو 128 القيمة التي تشوفها مناسبة حسب إعدادات الرندر وعلاقتها بإعدادات الرندر خلينا نحكي هذه الصورة طبعا بقدر أدخلها على Photoshop منشان أأكد على حواف المشروع هاي rendering وانتهى المشروع عندي هنا بقدر حكي للSubdivision إطلع عندي 128 خلينا أفحص هنا عند الرندر الجاي هاي المناطق هلا للأسف أحيانا أنك تحط Vray Dirt جوهة Vray Extra Text لا يعطيك النتيجة الكافية يعني ليس كافي يأكد أوي يعطيك الأفكت أنت حابه بالمشهد نفسه هلا يعني حاب أن أقوي الأفكت أكتر حاب أن أشوفه لسه أحسن من هيك هلا بصير حلق بسيط أنا أختر من Vray Dirt جوهة Vray Dirt جوهة Vray Dirt وهكذا لحد ما توصل الأفكت اللي بدك إياه هذا الأشي بحكي الدرس على اليوتيوب لأن أحكيت عليه بلايلست Winter is coming Tutorial Winter is coming الدرس الثالث المتصف المتصف هلا بقدر أجي أمسك Vray Dirt كلها يحكي لها Copy هنا باست أجي أحكيها أنت يعني لدي تحواف أكتر وأكتر أحكي أنت تخذيني مثلا مسافة Point 1 Maximum و أقدر أرفعها مثلا ثاني إلى Point 3 هكذا عملياً لما أجي أجي أرندر المشروع بتطلع عندي اللي هي الRender Element الرئيسية اللي هي الBeauty Beauty Pass تطلع عندي عادية Amel Extra Text Pass تطلع عندي فيها Dirt الموجود اللي بقدر أستخدمه مشاء كده حواف المشروع طبعاً أكيد هنا تصار عندي الأفكت أكوى بكتير كتير يعني نضافي الأفكت بس أنا هنا بأعطي قيم عماله يعني فقط أني أريك الأفكت اللي أنا بدي إياه بطلع على Beauty Pass ما أثر عليها أي شيء على الإطلاق لكن على Extra Text Pass أثر عليها بشكل كبير هذا هو الموضوع البسيط اللي أتناوله كيف أكد على حواف المشروع لأنه هاي مشكلة جداً لئيمة بالشغل إذا أنت عندك مشروع مش عارف تأكد على حوافه بصير الإشي جداً جداً لئيم معك تقدروا تابعوا بقية الدروس على Playlist 3D S Max Tricks 2 أنا اتأخرت بالدرس الثالث عن تنزيله بس إن شاء الله رح تناول الموضوعين جداً مهمين بعد هذا الدرس تابعونا على Studio Nua على Group Visualization Courses by Ram Schrein هايك بحكيركم يعطيكم ألفافي والسلام عليكم